رغم غياب الدعم الرسمي لها قرر هوات الرياضات الجوية تأسيس نادي لهم لممارسة شغفهم بالتحليق في إقليم كردستان العراق إلى التفاصيل نادي أربيل الجوي في إقليم كردستان العراق أسسه مجموعة من هوات الرياضات الجوية التي تلقى رواجاً لدى البعض وتشهد نمواً وتطوراً رغم غياب الدعم الرسمي لها الفكرة من تأسيس النادي كانت الرياضة الجوية ما معروفة بإقليم كردستان بدنا بتأسيس النادي من 2007 وطورنا الدولة نطورنا الموافقة بال2008 تم تأسيس نادي أربيل الجوي الدوافع اللي دفعتنا تأسيس النادي هو أشق مجموعة من الشباب لهذه الرياضة فسويناه الشيقروب وحاولنا أن نأسيس النادي طبعاً تأسيس النادي أخذ من وقت تقريباً سنع المنطورنا الموافقة النادي يتخذ من مرتفعات جبل كورك مكاناً لممارسة رياضات جوية تتطلب خصائص محددة بالنسبة لهواتها فيما يتعلق بالجانب البدني وقدرة التحمل والجرأة إضافة إلى وجود أماكن مرتفعة كالجبال جبل كورك الذي يبلغ ارتفاعه نحو ألفي متر عن مستوى سطح البحر هو من الأماكن التي يرتادها الزوار من سكان مدينة أربيل والمناطق المجاورة أما نادي أربيل الجوي فقد أصبح يستقطب الهوات ويملك ثلاثين مظلة طيران مع كامل معداتها ويضم أكثر من أربعين عضواً ما بين متدرب وطيار إضافة إلى رياضيين متخصصين بطيران المظلات باستخدام المحرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر